دائماً ما نتحدث عن أثار الحرب السورية على السكان وتحديداً على الأطفال هذه المرة نتحدث عن قطاع التعليم منظمة الأمم المتحدة للطفولة واليونسف تقول إن مليونين وثمانمائة ألف طفل سوري حرموا من التعليم منذ بدء الحرب ببلادهم عام 2011 اليونسف قالت إن حوالي أربعة مريين وتسعمائة ألف طفل سوري يواصلون تعليمهم رغم الحرب والعنف والنزوح المستمر في البلاد منذ اندلاع الحرب فيها وأوضح أن نحو تسعين في المائة من أطفال سوريا النازحين واللاجئين بدول الجوار تمكنوا من الالتحاق بمدارس حكومية في المقابل فرقت الحرب فوتت على مليونين وثمانمائة ألف طفل سوري فوتت فرصة التعليم بينهم من تخلف عن الالتحاق بالمدرسة منهم من تركها بعد الالتحاق بها وأشار البيان إلى أن أربعين في المائة من الأطفال المحرومين من التعليم تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر إلى سبعة عشر عاما ويواجهون مصاعب وتحديات مثل الإجبار على الزواج المبكر أو الإرغام على القتال والعمل ولفت البيان إلى أن الذهاب إلى المدرسة في بعض المناطق السورية تحول إلى تهديد حقيقي في بعض الفترات بسبب القصف والعنف الذين يستهدفان المدارس ووثق المصدر نفسه فإن 309 من المباني التعليمية في سوريا تعرضت للقصف منذ عام 2011 في حين لا يمكن استخدام ثلث المدارس هناك لأغراض تعليمية إما لتعرضها للتخريب أو الأضرار أو لتحولها إلى ثكنة عسكرية أو لمركز إيواء للأسر النازحة يأتي ذلك بينما يهدف مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الدولي في بروكسل لجمع تبرعات من أجل ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في سوريا إلى جانب الدعم العملية السلمية في البلاد